محور التخطيط يقوم به المدرس وينعكس على سلوك المعلم بالفصل أنواع تخطيط الدرس بعيد المدى وقصير المدى بعيد المدى هي الخطة الفصلية أو السنوية يعني فصل دراسي أو سنة كاملة أما قصير المدى فهو الخطة اليومية أو الأسبوعية أهمية التخطيط للمعلم يستبت الارتجالية والعشوائية يجنب المعلم المواقف المحرجة ينمي خبرات المعلم بصفة دورية وضوح الرؤية أمام المعلم يكشف للمعلم عيوب المنهج الاستزادة والتثبت من المادة تحقيق بعض المعلومات التمكن من المادة وحساب الزمن تنظيم وترتيب المادة العلمية يختار الوسائل التعلمية المناسبة يعتبر التحضير سجل لنشاط التعليم يسهل للمعلم المراجعة والتعديل أهمية التخطيط للمتعلم تنظيم وتوزيع وقته في الدراسة يجعل المتعلم أكثر قدرة للاستعاب يزيد دفاعية الطالب للتعلم يكتسب انتباع جيد تجاه معلمه يتأثر بالجوانب الإيجابية في المنهج الخفي زي التنظيم والاهتمام بالوقت مكونات خطة التدريس المكونات الروتينية والمكونات الفنية المكونات الروتينية زي الموضوع واليوم والتاريخ والصف الذي يدرسه والزمن الكل ومواعيد التنفيذ في اليوم الدراسي أما المكونات الفنية زي إجراءات التدريس الاستراتيجية المواد والأجهزة المستخدمة تقويم التعليم زي الأسئلة الواجب وزمن التدريس مكونات عمل تخطيط الدرس تحديد خبرات ومستوى واستيعاب الطلاب تحديد المواد التعليمية والوسائل المتاحة للتدريس تحليل مادة التدريس لتحديد محتوى التعلم سياغة أهداف التعلم حسب نوعية ومستوى الطلاب تصميم استراتيجية لتحقيق أهداف التعلم اختيار وتصميم أساليب تقويم نتائج التعلم محاول التخطيط للتدريس الفعال تحديد الأهداف التعليمية للمقرر اختيار وتحديد الترائق والوسائل والأنشطة للتنفيذ اختبار وتحديد الأدوات والآجهزة اللازمة للتنفيذ تحديد الزمن من حيث مدته وتوقيته وتحديد المكان تحديد واختبار أدوات التقويم لتوزن مادة التقدم تحديد أدوات التغذية الراجعة زي التقرير زي المقابلة زي الاحصاء تحديد القصائص النمائية للطلاب ومستوياتهم لاختيار طريق التعليمهم واساليب تقويمهم مفاهيم رئيسية في التخطيط للدرس المحتوى هو قدر من المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات التي يقع الاختيار عليها ويتم تنظيمها لتحقيق اهداف تربوية تحليل محتوى الدرس عملية يكون بها المعلم للوصول الى مفردات الموضوع الدراسي ويحتوي على تلات جوانب جانب معرفي وجانب مهاري وجانب وجداني الجانب المعرفي زي الحقائق والمفاهيم والقوانين والنظريات والجانب المهاري زي المهارات العقلية والمهارات الادائية والجانب الوجداني زي القيم والاتجاهات اهداف تحليل محتوى اشتقاق الاهداف التدريسية بناء الخطة الفصلية للكتاب المقرر اختيار استراتيجيات التعليم اختيار الوسائل التعليمية المناسبة تحديد اساليب التقومي المناسبة كشف مواطن القوة والضعف بالكتاب تصنيف عناصر المحتوى كشف العلاقات التتبعية بين المكونات المحتوى وعناصره والعلاقات التكاملية نموذج مكارثي لتقديد التدريس هو نموذج تعليمي تتبعي يراعي انماط المتعلمين والفروق الفردية بينهم ويعتمد على مكونات نظرية هي نموذج كلب في اساليب التعلم مفهوم جانبية الدماغ نظرية جون دوي وكارلي يونج نموذج مكارثي يفترض التالي يتعلم المتعلمين بطرق مختلفة يمكن التعرف عليها مشاركة انشطة متنوعة تؤدي الى مستويات اعلى مراحل واسئلة نموذج مكارثي حسب الشكل التالي لماذا اتعلم وماذا لو تعلمت وماذا اتعلم وكيف اتعلم اول حاجة لماذا اتعلم ابراز السبب لتقني المتعلم بان التعلم يستحق ماذا لو تعلمت بعد عرض الدرس داعي المتعلمين يعبروا عن ارائهم ماذا اتعلم قسم المحتوى المعرفي الشامي للمفاهيم والمبادئ والافكار كيف اتعلم قدم طريقة التنفيذ والعمل بشكل احترافي المحور الثاني استراتيجيات التعليم والتعلم تعود كلمة استراتيجية الى الكلمة اليونانية استراتيجوس والتي تعني القيادة واختيار الهدف واستخدمة هذا المصطلح اول مرة في الميدان العسكرية ومعناها الامكانيات والوسائل المتوفرة من اجل تحقيق الهدف المنشود ثم استخدمت في التعليم باول ما استخدموها استخدموها في الميدان العسكري بعد كده استخدمت في التعليم الاستراتيجية معين وتشير الى شمكة من الافكار والتجارب والتوقعات والاهداف والخبرة التي تمثل هذه الخطة لتقدم اطار عام لمجموعة من الافعال للوصول الى الهدف محدد. الهدف الرئيسي للاستراتيجية. الانتقال من الدور التقليدي للمتعلم من مجرد متلقي يعني بيقعد يحفظ بمشاركة محدودة تعتمد على حفز المعلومات الى الدور الايجابي للمشاركة الفعالة بان يناقش ويحاور ويعرض وينتقد افكار قائمة ويعرض افكار بديلة ويتخذ قرارات وينتج معرفة. الفرق بين استراتيجية وطريقة اسلوب التدريس. فيه طريقة التدريس وفيه اسلوب التدريس وفيه استراتيجية التدريس. اول حاجة طريقة التدريس اجراءات يؤديها المعلم لمساعدة المتعلمين لتحقيق اهداف محددة مثل المناقشة والاسئلة والمشروعات. اما اسلوب التدريس فهو قواعد اسلوب يتم بها تنفيذ طريقة التدريس وترتبط بالمعلم وسمات شخصياته مثل المحاضرة. الاستراتيجية خطة منظمة لتحقيق الاهداف التعليمية تتضمن الترائق والتقنيات التي تتخذها المعلم لتحقيق الاهداف. اهداف الاستراتيجيات. زيادة الاثارة والدفعية لدى المتعلم. زيادة ايجابية المتعلم. تحقق اكبر خضر من المخراجات التعليمية. مواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين لتنمية مهارات التفكير. تشجيع العمل الجماعي والتعاوني. تدريب جميع الحواس وتنمية عمليات التعلم الملاحظة القياس التنبؤ التصنيف والاستنتاج لتنمية العقل. كيفية اختيار الاستراتيجية المناسبة. المحاضرة. اذا كان الهدف تقديم معلومات دفع واحدة لاقتصاد الوقت والجهد خاصة مع السن الكبير والعدد الكبير. الحوار والمناقشة. الوصول الى حقيقة بين المعلم والمتعلم من خلال النقاش والاسئلة والاجوبة. العصف الزهني. الحصول على اكبر عدد ممكن من الافكار والاراق حول مشكلة او موضوع. التعلم التعاوني. يعمل الطلاب مع بعضهم ويعلم بعضهم الاخر وخلال ذلك تنمو مهارات شخصية واجتماعية. حل المشكلات. يبحث المتعلم عن حل المشكلة بالبحث واستكشاف الحقائق المودية الى الحل. النمزجة. اكتساب الفرد انمات سلوكية جديدة بالملاحظة والانتباه كتعلم الكتابة والخط والوضوء والتطبيقات العلمية العملية. التعلم الاكتشاف. استخدام التفكير المنطقي وتشجيع التفكير الناقد ومخاطبة المستويات العقلية العليا كالتحليل والتركيب. خرائط المفاهيم. توظيف الاشكال والخطوط والصور والاسهم والالوان واللغة لتمثيل المعرفة وطعميك الفهم والاستنتاج. الاستقراء. الانتقال من الجزء الى الكل عبر تتبع الجزئيات والتفاصيل والامثلة للوصول الى استنتاجات عامة. تقييم الاكران. تدريب الطلاب على التقييم والنقد واتخاذ القرار. لعب الادوار. تمثيل ادوار واقعية او تاريخية او خيالية او غيرها وتقمصها في مواقف تعلمية. المحول الثالث التدريس في الفصل العالي الكثافة. مواصفات طريقة التدريس الجيدة. مراعاة طبيعة ونموه ونظلة المتعلم للتعليم. ارتباطها بانزمة التعلم ونظرياته. مراعاة للنمو العقلي والجسدي. مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب. مراعاة محتوية المادة الدراسية. تعلقة بالاهداف التربوية. مرونتها واستجابتها للمواقف الطريقة. استراتيجيات التدريس في الفصل العالي الكثافة. واحد ترتيب المهام المتقطعة. عن طريق تقسيم الطلاب الى مجموعات الاساس من تلاتة الخمس طلاب وتقسيم الدرس الى مهام فرعية لكل مجموعة. تكوين مجموعات الخبرة من مجموعات الاساس في مجموعات اصغر ليدرسوا المهمة الموكلة لهم. عودة مجموعات الخبرة الى مجموعات الاساس والتفاعل فيما بينهم لتحقيق المهمة. اعتقل اختبارات والتعزيز للطلاب داخل المجموعات بشكل فردي وتحصل المجموعة على اقل درجة للفرد فيها. اتنين تقسيم الطلاب الى فرق بحسب مستوى التحصيل. تقوم هذه الاستراتيجية على تعاون الطلاب زو التحصيل المتدني والمتوسط مع زو التحصيل المرتفع لتحقيق مهمة واحدة عن طريق. يقسم الطلاب الى مجموعات من اربعة الخمسة متفاوط المستوى. عرض الدرس اسبوعين باستخدام المحاضرة او المناقشة. يدرس اعضاء المجموعات المادة العلمية من المصادر بالتعاون فيما بينهم. توزع اوراك عمل وثيقة بالمادة وينبه عليهم بانهم لن ينتهوا من العمل الا بعد اتقان الجميع للمهمة. تقديم الاختبارات ورصد الدرجات ويحصل كل طالب على النقاط اضافية حسب اسهام وحتى يصل الى عشر درجات. تعلن نتيجة اختبارات اسبوعيا ويحصل الفريق صاحب اكثر النقاط على افضل تعزيز. تلاتة فرق الالعاب التعاونية. استراتيجية تقوم على التنافس بين اعضاء الفرق التعاونية في مصابقة مع اعضاء الفرق الاخرى المسوين لهم في الدرجات والمستوى. ويتم اتباع نفس القطوات الاستراتيجية السابقة والفرق الوحيد هنا. ان النقاط يتم تجميعها للفريق كله وليس للفرد واحد. اربعة. التفريد من اجل الفريق. هذه الاستراتيجية تعد مزيج من التعلم الجماعي والتعلم الفردي. وتعتمد على التعلم الذاتي الذي يحترم التعاون بين الطلاب لانجاز المهام في الفرق. عن طريق تقسيم الطلاب الى مجموعات من اربعة الخمسة غير مدجانسين. يتم تقديم اختبارات تشخيصية بسماء التشخيص الاول لوضع الطالب في المجموعة التي تناسبه. تقوم المجموعات بتعلم وحدات مختلفة من المادة بطريقة فردية في اطار مجموعة من الانشطة. التشخيص الثاني وهدف التأكل من انتقان الطلاب للوحدات المكلفون بها. الالتقاء والتعاون بتبادل الافراد في المجموعات للخبرات والمساعدة فيما بينهم. الاختبار ورز الدرجات وتقييم التعزيز اللازم. خمسة استراتيجيات لنتعلم معا. تقوم على عمل الطلاب في المجموعات لانتاج عمل واحد ويتناقشون ويتبادلون معلومات حتى يفهموا المادة التعليمية. عن طريق تقسيم الطلاب الى مجموعات من اربعة الخمسة غير متجانسين. تكلف كل مجموعة بانجاز عمل واحد يشترك فيه الجميع. تقدم المكافأة للمجموعة بناء على العمل الجماعي وتحقيق هدف الجماعة. يتقدم الجميع الاختبار نهائي فردي وتعطى المجموعات على اساس التعزيز اللازم. ستة استراتيجية البحث الجماعي تقوم على استخدام قدرات الطلاب على البحث والاستقصاء ليتم التعليم من خلاله في شكل تعاوني يسمح بتعلم الجميع. عن طريق يقسم الطلاب الى مجموعات من اتنين لستة. تحديد الموضوع البحثي. تخطيط مهام التعلم. البحث والاستقصاء. تحليل الطلاب للمعلومات وعرضها للزملاء. التقويم بتحليل الطلاب لاعمال زملائهم. الفصول الزكية. نموذج الفصول الزكية سهل التركيب تم استحداثها كاحد الحلول التكنولوجية للتخفيف من مشكلة كثافة الفصول واهم الاجهزة فيه جهاز العرض الزكية المنصة الالكترونية الكاميرا الوثائقية. مزايا الفصل الزكية. المقرارات تفاعلية محببة للطلاب. التعلم في اي وقت. مشاركة الجميع دون اخوف. تطوير مهارات التفكير والبحث. تسجيل الدروس وعادة المشاهدة. ينوع ترك التدريس للمعلم. توفير تواصل دائم بين المعلمين والطلاب واولياء الامور. الوصول الاجبر عدد من الطلاب. المدرس في الفصل الزكي. يعني دوره ايه? تشغيل اجهزة العرض. استثمار الافلام والاشرطة. استخدام برامج زي الباور بوينت. الاستعانة بمواقع الانترنت. تحميل ملفات من الانترنت. مساعدة الطلاب لانجاز عروضهم. تقديم الدعم الفني للطلاب. حس الطلاب على التعلم. طرح اسئلة لتنمية الفهم والفكر. تنظيم التفاعل والنقاشات الصفية. ارشاد الطلاب لمصادر التعلم الاضافية. المحوى الرابع. القياس والتقييم والتقويم. القياس هو عملية تقدر بها اداء المتعلمين للمعارف والمهارات باستخدام اداء او مقياس مناسب وبقيمة رقمية كمية. اما التقييم فهو عملية فيها تقدير قيمة ومعرفة نواحي القوة والضعف للمتدربين ويصدر حكم بترائق وادوات متنوعة. واخيرا التقويم عملية منهجية علمية للتشخيص الضقيق للظاهرة للوصول الى قرارات تدعم مواطن القوة وعلاج مواطن الضعف. انواع التقويم. التقويم القابلي او التشخيصي. التقويم البنائي او المستمر او التكويني التقويم التجميع او النهائي. اول حاجة التقويم القابلي او التشخيصي لقياس خبرات المتعلمين السابقة. اما التقويم البنائي او المستمر او التكويني لتتبع اداء المتعلم معرفيا ومهاريا ووجدانيا اثناء العمليات التعليمية. التقويم التجميع او النهائي في نهاية الدرس او الوحدة او المقرر. وللتقويم نوع اخر وفقا لاداء المعلم. تقويم المتعلم باكرانه. تقويم المتعلم بنفسه تقويمه بالنسبة للأهداف التعليمية. ادوات التقييم. ادوات مرتبطة بالأداء المعرفي. وادوات مرتبطة بالمجال المهاري. وادوات مرتبطة بالمجال الوجداني. بالنسبة الادوات المرتبطة بالأداء المعرفي زي الاختبار التحصيلي والاختباري الشفاهي. اما الادوات المرتبطة بالمجال المهاري زي بطاقة الملاحظة وقائمة المعايير. واخنة ادوات مرتبطة بالمجال الوجداني زي مقياس الاتجاه والاستبانة والميول. مواصفات الاختبار الجيد. الصدق. السبات. الموضوعية. معاملات التميز. معاملات السؤولة والصعوبة. فيه بعد كده عندي التقييم الواقعي والتقييم التقليدي. هنعمل مكندة بينهم. التقييم الواقعي هو احد انواع التقييم ويكلف الطلبة بمهام مرتبطة بالعالم الواقعي لابراس بعد التطبيقات الهدفة للمهارات والمعارف الاساسية التي يتم اكتسابها ويركز على التحليل والابداع والتعاون ولا يشجع التعليم بالحفظ او التكرار. اما التقييم التقليدي فهو اساليب الاختبار الاجباري ويتضمن اختيار من المتعدد وكمل الفراغات وتحديد الصواب والخطأ ووصل وغيرها. وفيه توجه المناج عملية التقويم ويتم تحديد حزمة من المعارف ويتم التقويم لمعرفة مدى استيعاب الطلاب للمناهج. بعد كده هنقانن بين التقييم الواقعي والمناهج والتقييم التقليدي والمناهج. بالنسبة للتقييم الواقعي والمناهج التقييم الواقعي يوجه عملية التقييم للمناهج حيث يقوم المعالم بتحديد مهام الطلاب ثم بعد ذلك يتم اعداد المناهج الذي يساعد الطالب في اداء تلك المهام باتقان اما التقييم التقليدي والمناهج فيه توجه المناهج الدراسية عملية التقييم ويتم بتحديد حزمة معارف المناهج الدراسية ثم يتم اعداد عملية التقييم لتحديد مدى استيعاب الطلاب وفي هنا ملاحظة ان التقييم الواقعي يدعم التقييم التقليدي لان استخدام مزيج من الاسنان يسهم في تلبية الاحتياجات على نحو افضل يعني ممكن نستخدم الاتنين مع بعض. اسماء بديلة للتقييم الواقعي. التقييم الواقع ممكن بيسموه تقييم الاداء او التقييم البديل او التقييم المباشر. تقييم الاداء هو التقييم القائم على الاداء. التقييم البديل لانه بديل على التقييم التقليدي. والتقييم المباشر لانه بيوفر دلائل مباشرة على المعارف. تصميم تقييمات واقعية. واحد. تحديد المعايير المطلوب استفاقها. اتنين. اعداد مهمة لاستفاق جماعة الطلاب. تلاتة تحديد خصائص الاداء الجديد من مؤشرات لتلك المهمة. اربعة تحديد مستويات الاداء لكل مؤشر. كيف نستخدم التقييم الواقع في الفصل? التقييم الواقع يستخدم عينات الاداء وانشطها تعليمية تشجع الطلاب على استخدام مستويات اعلى من مهارات التفكير. هناك خمسة انواع رؤوسية من عينات الاداء. تقييم الاداء والتحريات القصيرة واسئلة الرد المفتوحة ملف الانجاز والتقييم الذاتي. هناخد واحدة واحدة. ركم واحد تقييم الاداء. يكون باختبار قدر الطلاب على استعمال المهارات مثل كتابة او عرض تقرير للفصل واجراء تجربة علمية والعمل في فريق لاعداد وجد نظر ومنقشتها مع الزملاء في الفصل. اتنين التحريات القصيرة. لتقييم اتقان الطلاب للمفاهيم والمهارات الاساسية واغلبها تبدأ بمحفز مثل مسألة رياضية او رسوم او خرائط ويطلب المعلم وصفة او رابط مفاهيم لتقييم فهم الطلاب. تلاتة اسئلة الرد المفتوحة. وهي مثل التحريات تتطلب محفز والردود من الطلاب تتضمن جواب مختصر او مكتوب او شفاهي او حل رياضي او رسوم او رسم بياني. اربعة ملف الانجاز اللي هي الحافظات. يتم تجميع وثائق حافظات التعليم ويعلم الطلاب التقييم الذاتي والتطوير والمراجعة ويتتضمن يوميات ومخطوطات التعبير عن الرأي ومراجعة الزملاء وملاحظات وملخصات وتقارير للمجموعة ومسودات وكتابات من الطالب. خمسة التقييم الذاتي. يتطلق تقييم مشاركة الطلاب لمراحل قيمان بالمهمة والنتائج النهائية. واسئلة التقييم هي الاداة الاساسية للتقييم الذاتي. حيث يعطي الطلاب ردود مكتوبة او شفاهية للاسئلة مثلة. مع اقصر اجزاء صعوبة في هذا المشروع بالنسبة لك. ما الاجراء الذي ينبغي اتخاذه. واذا قمت بالمهمة مرة اخرى مع الجوانب التي ستؤديها بشكل مختلف. ما اوجه الاستفادة من المشروع. المحور الخامس. توظيف التكنولوجيا في التدريس والتقويم. اولا توظيف التكنولوجيا في التعليم. تعادل تكنولوجيا معلومات والاتصالات احد المعايير الرئيسية التي يقاص بها تقدم الامم في العصر الحاضر. وعلى رأس تلك التكنولوجيا تكنولوجيا الحواسيب في التكنولوجيا مع بداية الالفية الثالسة. اصبح الانسان يعيش في مجتمع المعرفة المميز بكلمة الكتروني. فتظهر كلمة الكتروني في كل شيء. يعني مسلا التعليم الكتروني. الحكومة الكترونية. التجارة الكترونية. السقافة الكترونية. مما يتطلب تطوير كفاية المعلمين للتعامل مع تلك التكنولوجيا. يعني لازم المعلمين يتعلم التكنولوجيا ديت لانها بقت حاجة اسية في كل حاجة. مفهوم تكنولوجيا المعلومات. كلمة التكنولوجيا والتي تم تعريبها تقنيات اشتقت من الكلمة اليونانية تكني وتعني المهارة والكلمة اللاتينية وتعني تركيب والكلمة وتعني علم او دراسة وبذلك فان كلمة تقنيات تعني علم المهارات او الفنون. اهمية تكنولوجيا التعليم. الانفجار المعرفي يعني بقى فيه معرفة في كل المجالات فلازم ان احنا نواجهها بان احنا نتعلم عن تكنولوجيا لانها اسرع واسهل. زيادة اعداد الطلبة. عدم تجنس المتعلمين. الارتقاء بنوعية المعلم. تحسين مخرجات التعليم. مشكلات التغيير المعاصر. رفع كفاءة العملية التربوية. اهمية توزيف تكنولوجيا التعليم. تحسين نوعية التعليم وزيادة فعالياته. استثارة اهتمام الطلاب بتقديم خبرات متنوعة. زيادة المشاركة الايجابية للطلاب في العملية التربوية. تنمية القدرة على التأمل والتفكير العلمي لحل المشكلات. تنمية الاتجاهات وتعديل السلوك وزيادة الخبرة. مواجهة مشكلات التغييرات المعاصرة. بعد جده تحديد دور الطلب في التكنولوجيا وتحديد دور المعلم في التكنولوجيا. اول حاجة تحديد دور الطالب في التكنولوجيا. ذات التعلم وعضو فريق ومنظم او مدير للمعرفة. اول حاجة ذات التعلم يكون الطالب مسؤول عن تعلمه ويختار المشاريع ويحدي المشكلة والحلول. عضو فريق مسؤول عن مهام محددة داخل فريق يعمل على مشروع معين. منظم او مدير للمعرفة يطور منتجات معرفية مثل التقارير والدراسات الاجنبية ذات العلاقة بواقعه. اما تحديد دور المعلم في التكنولوجيا فهو مصمم تعليمي ومدرب ومعاون ومخاطط ومختص التكنولوجي ومواجه ومرشد وميسر ناخدها واحدة واحدة مصمم تعليمي توزيف تكنولوجيا المعلومات يعني بيوزف تكنولوجيا معلومات في التدريس مدرب بيساعد الطلاب على اكتساب المهارات معاون بيشارك زملائه لتحسين ترك التدريس يعني بيشارك زملائه المعلمين مخاطط يشارك في تخطيط المنهج واهدافه مختص التكنولوجيا يعني عنده معرفة واتقان للتكنولوجيا. موجه ومرشد وميسر يعني بيرشد الطلاب الى المصادر وبيساعدهم. الكتابة الالكترونية. هي معايير تكنولوجية تعرف من خلالها مدى قدرة المعلم على استخدام الحاسوب في الغرف الصفية. وتعرف ايضا بانها مجموعة من القدرات والمقارات والاتجاهات التي يملكها المعلم في مجال التكنولوجيا. وتعرف ايضا بانها القدرة على تحقيق مجموعة من الاهداف الادائية المحددة لاداء مهمة التعليم الالكتروني. تصنيف الكفايات التعليمية الالكترونية. في عندي اربع كفايات. الكفايات المعرفية الالكترونية وهي المعارف الالكترونية. والكفايات الادائية الالكترونية وهي تشير الكفاية كسلوك. يعني كان دلوقتي تستخدم التكنولوجيا بقى اسلوب حياة وسلوك. الكفايات الوجدانية وهي اتجاهات التعليم الالكتروني. الكفايات الانتاجية وهي اصل المعلم على المتعلمين. توزيف التكنولوجيا في التعليم. واحد الوسائط المتعددة. ويا مجموعة من وسائل الاتصال مثل الصوت او الصورة او الفيديو ذات هدف تعليمي. عناصر الوسائط المتعددة. النصوص المكتوبة. اللغة المنطوقة. الصورة الثابتة. الصورة المتحركة. لقطات الفيديو. الموسيقى والمؤثرات الصوتية. رقم اتنين استبورة زكية. تساعد المعلم على تحديد الفكرة وابراز كل فكرة في شريحة عدد بتسلسل ومنطقية باستخدام السور والرسوم والاشكال البسيطة. وتساعد على الابتكار كما تحقق المتعة من التعلم ويمكن استخدام اي تطبيق عليها مثل الورد والاكسل وغيرها. تلاتة استخدام الحاسب الاليه في التدريس. تكتب توزيع المنهج والتحضير وتنتج رسومات واشكال ببرنامج الورد وتصمم دروس على برنامج الباوربوينت. اربعة استخدام الاتصال بالشبكة العالمية للمعلومات للانترنت في التدريس. تستخدم محركات البحث زي كروم وزي للبحث عن المعلومات وتستخدم البريد الالكتروني وحكرة الحوار الاشات والمشاركة في مجمعات الاخبار وتشترك في القوائم البريدية. خمسة ادوات الوسائد الفائقة. تشمل تطبيقات الوسائد الفائقة في محركة البحث وتصفح المعلومات والتقويم وتحديد مواقع الانترنت وتحميل وحفز الملفات المكتوبة بصيغة ستة ادوات الاتصال. تشمل البريد الالكتروني ومنتضيات النقاش ومجمعات الاخبار وبرامج المحادثة الشياد وادوات المؤتمرات المرئية وادوات المشاركة في الوسائق والملفات. ثانيا توزيف التكنولوجيا في التقويم. هنا كلمة عن التكنولوجيا في التقويم. هو عملية توزيف شبكات المعلومات وتجهيز الكمبيوتر والبرمجيات التعليمية والمادة المتعليمية وتعددة المصادر باستخدام وسائل التقييم لتجميع وتحليل استجابات الطلاب للوصول الى حكم قايم على بيانات كمية او كيفية. وقد نعل التقويم الالكتروني اهتمام كبير مع ظهور المستحدثات التكنولوجية في التعليم. فبعد ان كانت تقويم تقليدي اصبح هناك تقويم الالكتروني. اما التقييم حسب تعريف الرابطة الامريكية للتعليم العام هو عملية مستمرة تهدف الى قياس فهم الطلاب وتحسين تعلم الطلاب. فوقت التقويم الالكتروني. تنوع سليب التقويم مثل الاختبارات الموضوعية والمهام والمشروعات والاستبانات والمنتديات. توفير وقت وجود المعلم خاصة مع العادات الكبيرة من الطلاب حيث يتم التصحيح الالكترونيا. يتصف بالمرونة حيث يستطيع الطلاب تنفيذ المهام وارسالها الى المعلم الالكترونيا. تنفيذ التقويم بصورة منظمة ومتكاملة والسماح للمعلم بوضع دوابطه وشروطه وقوانينه. يوفر قاعدة بيانات لمفردات التقويم الالكتروني واستجابات الطلبة والدرجات ويمكن تباعة التقرير بالدرجات. اشكال التقويم الالكتروني. التقويم القبلي لمعرفة مستوى كل طالب. التقويم البنائي والتكويني وهو تقويم مستمر اثناء التعلم. التقويم التشخيصي نواحي الكوة والضعف. التقويم النهائي النتيجة النهائية للطلاب. اساليب التقويم الالكتروني. لوحات المناقشة والانشطة التطبيقية للتعلم والاوراق البحثية والقياس الذاتية والاختبارات البنائية والنهائية والمشروعات وملفات الانجاز الالكترونية والتعلم الجماعي والاختبارات النهائية. الامتحانات القصيرة الكويزز والامتحانات المقالية وملفات الانجاز للحقائب الالكترونية. وتقويم الاداة والمقابلات الشخصية واليوميات واوراق العمل والتآملات الذاتية وعدة مرات المشاركة وتقييم الزملاء والتقييم الزاتي. الواجبات الالكترونية والاختبارات الالكترونية. ادوات التقويم الالكتروني. الاختبارات الالكترونية. تصحق الالكتروني وتعلن النتائج الالكتروني ايضا. المنتديات المقيمة. ادات اتصال غير متزامنة ويتم فيها المناقشات. الواجبات. انشطة يتم تحديدها وينفزها الطلاب في وقت محدد وبمواصفات محددة. الاستبيانات او استطلاعات الرأي. استفتاء للحصول على الردود من الطلاب وجمع بيانات. المدونات. يمكن لكل طالب انشاء مدونا ينشر موضوعات مرتبطة بالمنهج. السجلات الرقمية. سجل الرقمي لتطوير مهارات القراءة السريعة بتسجيل عدد الكلمات التي قرأها كل طالب. جداول البيانات. ليتمكن المعلم من تقييم اجابات الطلاب لقياس مدى استخدامهم لمعارات تفكير عليا ومدى تحقيقها لعدف التعلم من خلال مقياس من واحد الاربعة ليمثل مستوى الكفاءة. وكده نكون نتهينا من اول خمس محاور. وانشاء الله الفيديو القادم عمل لكم الخمس محاور الاخرى. وبالتوفيق لجماز زولاء المعلمين. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.